اكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان ان برنامج رهان المستقبل يترجم توجهات جلالة الملك المفدى وتطلعات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في منح الشباب الفرصة الكاملة للتفاعل والمشاركة في صنع القرار ورسم الخطط المستقبلية باعتبارهم مستقبل هذا الوطن لافثا الى ما تحظى به هذه الشريحة من اهتمام ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب وحرص سموه على اطلاق العديد من المبادرات الهادفة الى دعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات جاء ذلك في كلمة ألقاها حميدان خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرأي في اللقاء المفتوح ضمن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية للشباب وشهد سعادة الوزير بالشباب البحريني وتفاعله مع القضايا الوطنية المطروحة في هذا اللقاء والملتقيات السابقة حيث أثبتوا حرصهم على المشاركة الإيجابية من خلال طرح الأفكار والرؤى أشيد بما قام بالمعهد البحرين للتنمية السياسية ضمن برامج رهان المستقبل وسعت باللقاء اللي عقد مع مجموعة كبيرة من الشباب المبدعين المتفاعلين بقضايا الحيوية في المجتمع ووجهت بأن هذا التوجه اللي قام بالمعهد يأكس التوجهات العليا للقيادة من حضرة صاحب الجلال الملك المفدى وحضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس الوزراء اللي يحرصون على أعطاء الفرصة للشباب للمشاركة الفعلية والواقعية في مختلف قضايا المجتمع حقيقة يعني اليوم بحثنا مع الشباب فرص العمل استقرار سوق العمل السياسات والخطط والبرامج اللي تبنيها في مملكة البحرين لجعل الموظف أو العامل البحريني يحتل الأولوية في التوظيف لجعل الاقتصاد ينمو باستمرار ويكون قادر على توليد المزيد من فرص العمل للبحرينيين على الجهود اللي تبدل لجعل مخرجات التعليم والتدريب متوائمة مع احتياجات سوق العمل